السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحدثة بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال أليكتريك انترناشنال لتحديث اتفاقية مبادئ التعاون الموقعة سابقا في 15-21-2018 كما تمت الموافقة على ما يأتي المصادقة على توقيع تعاون لبرنامج الطاقة في العراق المرحلة الثانية بين وزارة الكهرباء وشركة سيمينز أنيرجي آي جي بعد تنازل الشركة السابقة ادراج وزارتي التخطيط والمالية المشروعات وفقا للأوليات وعلى سنوات متعددة وتوفير التخصيصات والتمويل اللازم للمضيب المشروعات المطلوب تنفيذها وفقا لما جاء في مبادئ التعاون كما تم تخويل السيد وزير الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضيب تنفيذ الاستثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بما يضمن سرعة الإنجاز كما تم الموافقة على أقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تعديل أسعار المنتجات النفطية لمشاريع القطاع الخاص والمخطط حسب الآتي أولا يكون سعر النفط الأسود المجهز إلى معامل الإسفلت المؤكسد بسعر 35% من سعر النشرة العالمية على أن لا يتجاوز سعر الطن الواحد 250 ألف دينار وبكمية بحدود 70 إلى 100% من الطاقة التصميمية ثانيا المعامل التي تستلم النفط الأسود بسعر 100 ألف دينار للطن فيبقى الحال كما هو عليه ثالثا بقية المعامل يكون السعر 150 ألف دينار للطن الواحد رابعا إلزام جميع معامل الإسفلت المؤكسد والمعامل الأخرى بتسجيل عمالهم لدى دوائر الضمان الاجتماعي خلال أربعة شهور وبخلافه لا يتم تجهيزهم بالوقود خامسا يراجع القرار بعد ثلاثة شهور وينفذ من العاشر من شباط 2023 كما تتولى وزارة المالية تأمين أجور الخبراء المزمع التعاقد معهم من ديوان الرقابة المالية الاتحادي 5 مليار دينار لإنجاز التكليف الصادر إليه بموجب قرار المحكمة المختصة باحتساب حصة خزينة الدولة البالغة 18% من الإيراد المتحققة من شركات الهاتف النقال لغاية تأريخه شريطة تحديد الديوان المذكور على المبالغ المطلوبة تنفيذا لما ورد في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي حسب قرار مجلس الوزراء 15 سنة 2022 كما تم الموافقة على ما يأتي أولاً الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء 189 لسنة 2021 ليكون إطفاء الديون الكافة المترتبة بذمتي شركة ميسان للطاقة المحدودة والعمارة للطاقة المحدودة المملوكتين بالكامل لشركة ربان السفينة لمشروعات الطاقة المحدودة لصالح الشركة العامة لموانع العراق نتيجة لتراكم المعدات المستوردة الخاصة بمشروعي إنشاء محطة ميسان الاستثمارية وإنشاء محطة العمارة المركبة في ميناء أمقصر استناداً إلى أحكام المادة 46 تاسعاً من قانون الإدارة المالية الاتحادية سادساً لسنة 2019 المعدل بقرار مجلس الوزراء 28 لسنة 2020 ثانياً الزام وزارة النقل الشركة العامة لموانع العراق تأمين التخصيص المالي الذي يعادل مبلغ الأطفاء بحسب ما جاء في كتاب وزارة المالية وبما يضمن حقوق الأطراف كافة ثالثاً لا تتحمل وزارة الكهرباء أي كلف كون الأسباب التوقف في المشروعين المذكورين حصلت خارج إرادة الأطراف كافة بسبب جائحة كورونا في حينها كما تمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة وأيضاً ملحوظات أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع كما تم الموافقة على الفقرات الآتية أولاً تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء 332 لسنة 2019 بحسب الآتي قيام سلطة الطيران المدني بالتعاقد مع عدد من الخبراء من الاتحاد الدولي للنقل الجوي أو منظمة الطيران المدني الدولي أو بصيغة تعاقد منفرد مع خبراء محليين أو دوليين لغرض تطوير قطاع الطيران والنقل الجوي في مجالات عدة أهمها عمليات الطيران خدمة الملاحة الجوية ترخيص المطارات أمن الطيران وصلاحيات الطائرات إضافة إلى إجازة العاملين في الطيران المدني وكذلك طب الطيران ويجري تزديد قيمة مبلغ العقد دفعة واحدة استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية إذا جرى أبرام العقد مع منظمة الطيران المدني الدولي للأسباب المبينة في كتابهم ثانياً تمويل وزارة المالية مبلغ قدره خمسة عشر مليار دينار عراقي إلى سلطة الطيران المدني العراقي لإجور الخبراء والاستشاري تنفيذاً لما جاء في كتاب ديوان الرقابة المالية وحسب قرار مجلس الوزراء خمسطعش لسنة الفين واثنين وعشرين كما تمت الموافقة على تمويل وزارة المالية مبلغ قدره مليار وخمسة ماء مليون دينار إلى سلطة الطيران المدني لمعالجة قلة التخصيصات المالية وقرب موعد التدقيق الأمني للسلطة تنفيذاً لما جاء في كتاب ديوان الرقابة المالية حسب قرار مجلس الوزراء خمسطعش لسنة الفين واثنين وعشرين وأخيراً تمت الموافقة على ما جاء في كتاب مجلس النواب المرفق ويكون التمويل من المصروف الفعلي لمجلس النواب للسنة السابقة وكان مجلس النواب قد تم تقديم بطلب تمويل تغطية تكاليف إنعقاد المؤتمر الرابع وثلاثون للاتحاد البرلماني العربي الذي سيستضيفه العراق ويكون التمويل بمبلغ مليارين وخمسماء مليون دينار على أن تجري تسوية المبلغ الممول ضمن موازنة مجلس النواب لسنة الفين وثلاثة وعشرين وتوفير كافة المتطلبات اللوجستية بالتنسيق مع الوزارات وكذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة